تعهدت الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد بمحافظة المهرة بكشف جميع الاختلاسات المالية داخل مؤسسات الدولة وتقديمها للنيابة العامة في المحافظة وقال رئيس الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد في المهرة علي القميري إن الهيئة تعمل منذ ثماني سنوات على توثيق عملية الفساد داخل جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها المختلفة بالمحافظة ولفتت الهيئة إلى أن عمل الهيئة سيطال الفساد المتزايد في جميع القطاعات بالإضافة إلى مراقبة الأسواق وجودة وقيمة المواد الغذائية في أسواق المحافظة الهيئة الشعبية خلال ما يقرب ثمانية سنوات حتى لو قد رصدت معلومات عن كل موظف تلك المعلومات تكفي لإهدانة كل واحد وبدرجات متفاوتة وجاهزة للتقديمها للنيابة العامة عند الضرورة كل واحد على حدة والهيئة الشعبية حريصة على الموال العامة وأيضاً أكثر حرصاً على سمعة الموظفين وكوادر المحافظة صححوا أخطاءاتكم وبقوا في وظائفكم محمد علي ياسر المكاتب الحكومية بضرورة مضاعفة الجهود وتلافي أي سلبيات أو تقصر في تأدية المهام المكلة إليهم ومعالجة أي اختلالات سابقة وأشدد بن ياسر خلال ترأس اجتماع اعتيادي لأعضاء المكاتب التنفيذية بالمحافظة ومديري عموم في روع الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجيزة الحكومية على تركيز السلطة المحلية على الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين وعطى بن ياسر صورة مجازة عن الالتزامات المالية والنفقات التشغيلية والتحديات والأعباء التي تواجه السلطة المحلية لسبيل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ترجمة نانسي قنقر